طيورة طائرة كسول طيورة أصغر طائرة تطير في السماء وتسافر بين المدينتين المتجاورتين في رحلات قصيرة كل يوم لكن طيورة طائرة كسول تظل طوال الليل تتفرج على صور ورسوم القصص والحكايات وتنام وهي مرهقة فتستيقظ متأخرة وقت الظهيرة ثم تذهب متعجلة إلى عملها لنقل الركاب مما كان يغضب رؤساءها وفي أحد الأيام كانت طيورة جالسة ليلا تتصفح قصة الأميرة النائمة وكانت القصة ممتعة ومشوقة فلم تنتهي منها وقرب الفجر ذهبت في نوم عميق من شدة التعب ونسيت أن وراءها عملا في الصباح استيقظت طيورة من النوم على صوت نداء برج المراقبة الغاضب على الطائرة طيورة الصغيرة الدهاب إلى الممر الأوسط للإقلاع بالركاب إلى المدينة المشاورة نهدت طيورة متعجلة وانطلقت مسرعة إلى ممر الإقلاع وبعد أن ركبها الركاب المسافرون المتعطلون انطلقت تطير على الفور بدون إذن وحلقت عاليا وبعد عشر دقائق من الإقلاع المتعجل اكتشفت طيورة أنها لم تأخذ الوقود الكافي للرحلة فخافت خوفا شديدا من احتمال سقوطها فاضطرت للعودة إلى المطار في سرعة وخوف والهبوط اضطرارية وتم الهبوط فعلا بصعوبة شديدة كان كل ركاب الطائرة خائفين ومرعوبين عوقب الطيورة بالمنع من الطيران لفترة معينة على أن تعود للانتظام في مواعيدها وعملها وإلا طردت من الخدمة ومنذ هذه الحادثة صارت طيورة تنام مبكرا كي تسيقد باكرا وصارت تحافظ على مواعيد الإقلاع والهبوط ولا تقوم بأي تصرف يخل بنظام الرحلات فصارت أفضل طائرة صغيرة تنقل الركاب من مدينة لأخرى في المطار الكبير النهاية ترجمة نانسي قنقر